موسيقى مشاهدين استكمل هذه الحلقة مع دكتور مازن سويد ومع الصحفية فيوليت بلعة دكتور سويد زارنا نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة شر الأوسط وشمال أفريقيا اللي هي منطقة الميناء فريد بلحاج صحيح نحكى عن ملياري دولار جهزين لالبدء ينضخوا بالاقتصاد ينضمن مشاريع استثمارية وتحفيز للنمو إنما بانتظار الإصلاح الموعود وهو طمعا اللبنانيين أنه يصير فيه تطخيم للأمور وهو بتخيل أصد تحديدا هذا الموضوع النقدي اللي كنا عم نحكي فيه أنه لا فيه انهيار نقدي ولا فيه خفض لسعر الصرف بشهدة من البنك الدولي وبدعم من صندوق النقدي الدولي اللي كمان هو يدعم هذه السياسة ولا أنه يدعم هذه السياسة لأنه يدرك حساسية الوضع اللبناني وخصوصيته هل الزيارة كانت زيارة عادية ضمن الزيارات الدورية لهذا المسؤول أم كان فيها تحذير بأنه نحن بعدنا ما بلشنا باللي كان لازم نبلش فيه أنا برأيي أولا فيه جانب فريد بالحاجو وقبل ما يعمل نائب الرئيس بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط كان ممثل البنك الدولي في لبنان صحيح وأنا بتذكر بعدة لقاءات معه لما كنت بالشأن العام يعني هو جدا متحمس لمساعدة لبنان وأنت لازل بالشأن العام حتى أبقى ما ما زلت بالشأن العام لما كنت أنا وكان هو موجود في لبنان وهو أحد المحركين الأساسين لمشروع سد بسري يلي كمان تموّل أكبر دونيشن من البنك الدولي لأي بلد بالعالم نسبة إلى ناتشو المحلي وحتى موّلوا بجزء من الاستملاكات اللي بعمرها ما بتصير بقى هو جلمة جدا محبة لبنان ومتحمس وأكيد يعني جانب من زيارته هو حرصه على هذا البلد ورسالي أنا مأكد أنه يا جماعة ما فيكن تضلكن ناطرين أنحبكن أكتر ما بتحبوا حالكن تفضلوا بلشوا اتفقوا عملوا حكومة نفسه إصلاحات وحرام التروح وفرصة تعاطف وتعاطف المجتمع الدولي هذا التوجه اللي أصدقاء لبنان الناس اللي محبين للبنان أدابعت فيه ناس يمثلوا ما يمثلوا بالمجتمع الدولي ولهم صلاة وعلاقات وعلى اتصال بدوائر القرار بالعالم أدابعت فيه ناس هتدعم لبنان إذا لبنان متل ما تفضل دكتور سويد لم يدعم نفسه قبل ما جيبك بس بدي عقب على كلام دكتور سويد فريد بلحاج حتى أكتر من هيك أكد حرصه على لبنان لما قال أنه الوضع الاقتصادي يعني ما أنه كارسي ولكن الوضع دقيق يتطلب معالجي يعني هوني كأنه حامل نصيحة أخوية فيها تنبيه قال فيها شاشة يعني عم بيحكي واقع مش أنه لا عم بيحزر ولا عم بيكسر وهون المؤسسات الدولي ما فيه أكتر من هيك صحيح صحيح لأنه أي كلمة برا الطريق قد تؤدي إلى نهيار البلد صحيح لا أو حتى هو بيعرف قديش الخطورة يعني عم بي نصحنا بشكل جدي أنه الوضع ما أنه مخيف يعني ما نعمل إرباك وبانيك نحنا عنه نحنا نهارنا وأفلسنا وما بقى فيها نعمل شي لا الوضع قابل للمعالجة ولكن وضع دقيق وفيها شاشة من الاقتصاد مفروض نحنا يعني هون بدنا ننتبه نحب حالنا أكتر من هون بيحبونا هلأ نرجع لسؤالك قديش بيضل في ناس يحبونا بالمجتمع الدولي ما فيش يعني أنا ما بأمن أنه في علاقات محبة وتعاطف يعني في مصالح بين دول يعني مصالح علاقات تجارية تقديد المالية ولكن دياسفورة اللبناني الانتشار وجود اللبنانيين وتأثيرهم بس هن مش دول يعني هن كينات موازعة على دول المعينة موجودين مؤثرين هو اللي بشكله عوامل دعم أكيد أكيد وإيام أحيانا بيكونوا قراب من مركز القرار يعني فيه أمور عاطفية باتجاه لذنان حتى أحيانا أنا ما عم بيحكي على صعيد حكومات أنا عم بيحكي على صعيد كينات لبنانية دياسفورة موازعة أكيد هو الموجودين وهو اللي هن الرئة اللي كنا عم بتنفس منا كل عمرنا يعني نحنا ما كتير نعويل لأنه اقتصادنا اللي هو بس حتى هاي بيحكي بتخيل أفضلت بقوة التحويلات المغتربين خليني لك أصده يعني طبعا أنه نحنا بالنهاية سوء صغير يعني ما حدا فرق معه يصدر لنا هيدا ولكن ولكن يعني الاستقرار لبنان الأمني والاقتصادي هو حاجة درورة درورة للمنطقة صحيح يعني أنا هون اللي بيقول أنه نحنا ما في تعاطف من دولة لدولة لمجدد يعني فرنسا الأم الحنون أوكي هاي بتخدمنا على سنة سنتين عشرة بعدين في مصالح في عوامل تاريخية في ارتباط ثقافي في عوامل حضارية دول الخليج وقالي نحنا شوي خلينا بالعلاقة التاريخية معهم سكروا البيب علينا هذا لأنا عم بقصد نحنا مورة ولعاني إذا أقفلت الأبواب علينا اتباعا بعد ما أقفل باب الخليج العربي أو يعني موارب هلأ بس على وشك أنه يقفل وإذا أقفلت بقية الأبواب على لبنان هل يستطيع لبنان تحمل هذه التبعات لا أكيد لا بس مثل معال دكتور سويد نحنا المنطقة الأكثر أمانا بمنطقة تغلي يعني كمان تفجر الوضع في لبنان كلفته كتير مرتفعا اتراب الوضع طلقائيا أكيد كلفته كبيرا بسبب ما يحكى يعني الأهمية هذا الموضوع عند الأمريكيين هو أمن الكيان الإسرائيلي وبالنسبة للأوروبيين مسألة اللاجئين والنزوح اللي ممكن يأثر على أملهم مسألة اللاجئين فدتنا بطريقة أخرى بطريقة لا يهدوا الوضع دكتور سويد العقوبات حتى ما ننسى فيه كمان بكال هذه الصورة وكل هذه العوامل الضاغطة على لبنان كل شوي والتاني فيه عندنا مسألة العقوبات إن كان العقوبات على إيران وتأثيراتها على لبنان من خلال حزب الله أو مباشرة اليوم حاول حزب الله هذا التوجه الأمريكاني هذا الضغط باتجاه تسمية أشخاص بعينهم يعملوا بالسياسة في حزب الله وهو حزب سياسي وقال الرئيس الحريري أكتر مرة أنه هذا الضغط قد يؤدي إلى الانفجار إذا ما نزينت الأمور كما يجب طبيعي يشوف الأمريكان يعني اكتشفوا سلاح جداً فتاك وجداً فعال أكتر من سلاح يعني الحيوي هو سلاح العقوبات وهي دا الواقع يعني هن يستخدموه بفعالية مش بس فقط على لبنان على الكثير من المناطق الأخرى ونفس الفلسفة كانت وراء موضوع الفتكة يعني أنه انت بتحمل بتحمل المصارف مسؤولية أن هي تصرح عن المواطنين الأمريكيين واتطرت كل هذه المصارف أن تلتزل أنت اليوم وتهلوا ناس يعني عشان سيل الأمريكانين من وراء الفتكة اليوم طالما أنت طالما بالنظام الذي قام على صعيد الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية التانية والذي يعتبر الدولار هو العمل الأساسي للتعامل التجاري في العالم وطالما أنت بلد بدك تصدر وبدك تستورد ما عندك أي خيار آخر غير أنك تلتزم بالقرارات الأمريكية إذا ما بدك تلتزم بالقرارات الأمريكية يا بدك تكون عندك اكتفاء زيته مثل كوريا الشمالية يا أما بدك تجار تفتح كوريا نوع سوريا عبدرجال تفتح أو بس كله يتأثر حتى كوريا أو بدك تروح تعمل اقتصاد لا بس هنا ما عندنا مشكلة أنا بتتصور دكتور سفيد جوازنا موضوع لقوبيت يعني أول شي عمل صدمة سلبية عمل نقزة ربما عمل إرباك بالمصارف ولكن جوازنا الموضوع يعني ما بتصور يعني دايما في تحديث لهذه العقوبات في تطوير ربما سيكون في حالات فرقية كل عقوبات يعني حتى هلأ عم نشوف إيران انسحاب الشركات الأجنبية ريال عم بيهوي أكيد بتأثر بس نحن عم نحكي إنه لبنان جواز مسألة العقوبات ربما يورد اسم تنقول دكتور سفيد لا سمح الله عليها تلقفك هاي دي حالة فردية لا أنه هاي دي حالة فردية نحكي فيها بعدين بس أنه هاي تبقى يمكن مش نظرا لشي بالسياسي بس بلكي يعني بتعامل لا في أرقام كبيرة ربما ربما سيد غنغل مفاولي عليك عكل حال بس أنه أصلي أنه هاي دي حالات فردية مع أشخاص أو مؤسسات وليس بالطالة المصارف أو نظام مصرفي عم بتعامل خلافا لعقوبات يعني مصارف لبنان حريصة على حالة أعلنت مرارا وحسب تعميم مصر لبنان هي أكتر من ملتزمة فما عنا أي مشكلة وطالما نحنا ضبطين مساري بالأموال وعارفين من وين لوين عم بتروح الأمريكان حابين يضايقوا على لبنان أكتر نحنا ما فينا نشكل عليه ونعمل ضغط بدك تشوف هيدا الموضوع شوي هيدا بالضغط بالسياسي من منظر عالمي وليس فقط من منظر لبناني يعني أنت اليوم في عندك محمد يعني مصارف عالمية مصارف عالمية خرجت من أسواق أساسية مثل تركيا ومثل برازيل ومثل أفريق وأنا بتذكر من سنتين كنت عم بقدر اجتماعات الصندوق النقد الدولي اجتماعات السنوية الصندوق والبنك الدولي بواشنطن وكان الموضوع الأساسي الموضوع الدي ريسكينج يعني أنه يا جماعة هيدا أنتوا هذه العقوبات على أي تعامل أو أي تهرب من الضرائب اللي عم تفرضوها على مصارفكم الأمريكية عم بتخليهم يختاروا ينسحبوا من أسواق عم بتضعف قدرتها على التجارة ما عم تقدر بقى تلبي حاجتها للاستيراد والتصدير أنا بعدني بتذكر يعني صدمة وقتها HSBC اللي يعتبر من أهم أكبر المصارف سكر بالتركيا وسكر بالبرازيل وسكر بـ هو كان شعاره The Global Local Bank الشامل الشامل يلي بكل بلد بيجي بيفتح وبيتصرف كمصرف محلي بقى هيدا موضوع بتخيل حتى في الغرامات الخيالية الغرامات الخيالية يعني 200 مليون دولار تماما مليار دولار بتكتشوف الجو يلي تحول عالميا بالسياسة العالمية ضد المصارف منذ الأزمة المالية العالمية يلي إجت المصارف بالنهاية تسببت فيها صح وتم إنقاذها من خلال التاكس بير صحيح صحيح دافع الضرار أصبح إنه بالنهاية أدرك المواطن العائل الأمريكي والأوروبي إنه والله شي حلو يعني لما يربحوا هني بيربحوا لما يخسروا أنا اللي بدي إحسن بيدفع عنه بسيري مبالغ فيه هذا الأمر كمان بلبنان يعني أصبحنا باتجاه أصحاب رؤوس كل شيء بلبنان يبالغ فيه كل شيء بلبنان يبالغ فيه متل ما قالت يولا تيدنا الموضوع تم التعامل معه بحكمة كبيرة من قبل المصرف لبنان ومن قبل جميع السياسيين اللبنانيين جميعهم يعني بدون أي استثناء حتى يعني يعني كانوا هني منطالين من بلا بلا هالعقوبات والكل مدرك إنه بالنهاية أنت ما عندك حال لنهار تصير أنت قادر تعمل اكتفاء ذاتي وتسكر حدودك لا أكيد مشتحيل عم يحكي بـ 17 مليار دولار بدك 170 سنة كيف بدك طلا اكتراحات إنه منتخلى عن الدولار لمصلحة اليورو بس هذا كلام كله تنظير عمليا أنا بتذكر أنه في دول هل استطاع أحد دكتور شواد هل استطاع أحد من الدول أساسا الكبرى التخلي عن الدولار خليني أخليك خبري أنا هايدي قدامي سارت قدامي سارت كنت مرة بمؤتمر وكان في جون كيري عم يتحدث وقته بعزبين يعني وزير خارجي الأمريكي السابق وكان وقته بعض بالمؤتمر كان في مصارف أوروبية وعم بقول كيري للمصارف الأوروبية أنه أنتو يا جماعة لازم تروحوا وتمولوا الاستثمارات بإيران لأنه نحنا عملنا اتفاق نواوي وهذا عم بيشجع بيطلع أحد المصرفيين الأوروبيين المهمين يعني عم تحكي بيقول له أنت بتحكيني هالحكي ووزير ماليتك أنه وزارة المالية الخزينة الأمريكية هي اللي بتفرض عقوبات بيجي بيخوفنا إنه إذا بتروحوا بتمولوا بتفرضوا علينا عقوبات بتمنعوا البنوك الأمريكية تتعامل معنا وبالتالي بيصير علينا خطر روحوا أنتو يا أمريكان اتفقوا بين بعضكم بين وزير الخارجي ووزير الخزينة شو بتكونوا خبرونا نحنا لن نقوم بهذه الخطوات اللي بتهدد هايدي المصارف الأوروبية عم تحكيه صحيح يلي هي اليورو ويلي هو تاني أهم عملي بالعالم هذا التناقض التاريخي ما بعض هذا الصحيح هذا التناقض التاريخي بين الإدارة وبين المؤسسات والقوى الحاكمة بأمريكا يؤدي إلى هذا التضارب بكثير من الأعيان أكثر من هيك وقت الوقف والعقوبات بعد الاتفاق النووي إجت الشركات الأجنبية والمنوك على إيران أقبلت الاستثمار والعمل بإيران لما انسحب ترامب رئيسة أمريكية من الاتفاق النووي ورجعوا العقوبات هلأ أسبوع المقبل أول موجة أول جولة من العقوبات وبعد شهر انسحبت كل الشركات والبنوك يعني ما حدا بيقدر مع العلم أنه قالوا أنه في السياسة الاتحاد الأوروبي ما قدر ينسحب إلا أنه صحير وغير من الشركات في كل وحير خارجي أمريكي شهير بيقول لهم يعني هي عملتنا ولكن هي مشكلة ما بيقدر يعني ما بيقدر لواحد يشوف مسألة العقوبات وبدو يواجهها إذا عم نحكي على صعيد أوروبا واتحاد أوروبي وشركات عملاقة وبنوك عملاقة ما أدريت ما فيها تواجه ما حدا بيقدر ما بيقدر لبنان بالنهاية السنترال الحاكم الماظم للكلمات هو المساعدة العسل العالمية حتى أشعار حتى أشعار العمسام هو المعلم للسوق العالمية ما بيقدر الواحد سنترال أو سنترال العالمي لقيادة العالم في المال والاقتصاد وفي السلاح إلى حد كبير أيضا بعد الفاصل شاهدينا بالمحور الأخير نحاول إضاءة على مسألة التحركات المطلبية والإضرابات المتوقعة إلى أين وفي الدقائق الأخيرة أزمة الإسكان والعقارات إلى انهيار في لبنان هل صحيح هذا الأمر؟ بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا